ما هو درب التبانة؟ تعرف مجرس درب التبانة بأنها نظام حلزوني كبير يتكون من مئات الملايين من النجوم من أهمها الشمس وتأخذ اسمها من درب التبانة أي مجموعة المضيئة غير المنتظمة والسحب الغازية التي تمتد عبر السماء وترى من الأرض على الرغم من أن الأرض تقع داخل مجرس درب التبانة إلا أن علماء الفلك لا يملكون أي فهم كامل لطبيعته ويستطيع عمال علماء الفلك تحديد الهيكل الخارجي لهذه المجرة من خلال الثليسكوبات الراديوية والأشعة تحت الحمراء التي تكشف عن أشكال الإشعاع التي تخترق المادة الغامضة ويتكون درب التبانة من 25 مجرة وتستمد اسمها من الضوء الأبيض الذي شاهده الفلاكيون الأوائل في السماء في الليالي الصافية ويعتبر العامل العالم اليوناني ديموكريتوس هو أول عالم فلكيين يشرح أن ضرب التبانة تتكون من مجموعة من النجوم ويقدر عمر ضرب التبانة حسب الأبحاث لسنة 2005 بحوالي 13.6 مليار سنة ما هي خصائص مجرة ضرب التبانة؟ يمتاز درب التبانة بعدة خصائص ومنها ما يأتي يعتبر درب التبانة مجرة تتكون من النجوم وغاز الهيدروجين والأغبرة والمواد المظلمة التي تدور حول مركز واحد وتلتزم بالجاذبية يمتاز شكل درب التبانة بكونه حلزونيا وهو واحد من مليارات المجرات في الكون يعتبر النظام الشمسي ليس في مركز درب التبانة كما يعتقد يعتبر درب التبانة مجرة لولبية تحتوي على أكثر من 200 مليار نجم ويبلغ قطره حوالي 100 ألف سنة ضوئية وتتكون بنية بنية هذا الدرب من العديد من الأجزاء ومنها ما يأتي قرص المجرة بالإنجليزية Galactic Disc وهو المكان الذي تتواجد به معظم النجوم ويتكون هذا القرص من العديد من النجوم القديمة والحديثة بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز والغبار وتدور النجوم داخل هذا القرص حول المركز في مدارات دائرية وينقسم القرص إلى النواة ومركز القرص أي المنطقة التي تحيط بالنواة والأجزاء التي تقع فوق وتحت مستوى القرص والأذرع الحلزونية بالإنجليزية Spiral Arms حيث تمتد هذه الأذرع من مركز القرص إلى الخارج العناقيد النجمية بالإنجليزية Cluster Globulars تقع مئات العناقيد فوق وتحت مستوى القرص بشكل مبعثر وتدور هذه العناقيد حول مركز المجرة في مدارات بيضاوية بحيث تتناثر بها الاتجاهات بشكل عشوائي وتتكون هذه العناقيد من نجوم قديمة أقدم من النجوم الموجودة في قرص المجرة وتتكون من القليل من الغازات والأغبرة وأحياناً لا الهالة بالإنجليزية Hollow أي المنطقة الكبيرة المعتمة والقاتمة التي تحيط بالمجرة بالكامل وتعتبر مصنوعة من الغاز الساخن والمادة المظلمة ترجمة نانسي قنقر